مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس الخامس أنوان الدرس قصة جلال قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج فيسبوك على ساتب أحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة دومية حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس يونت 2 لسن 5 اليونت الثاني الدرس الخامس جلال's story قصة جلال شي يقول لي؟ يقول لي جلال wrote a story for the school magazine جلال كتب قصة لجريدة المدرسة أو لمجلة المدرسة read it quickly اقرأها بسرعة هنا أنا يطلب من أني أني أقرأ هذه القصة التي كتبها جلال لمجلة المدرسة وراها انتبه طبعا للمعلومات التي سنطلعها وراها رح يسألني مجموعة أسئلة عن هذه القصة فرح نقرأها نوضح مفرداتها وراها نجاب على الأسئلة لكن للتوضيح أن هذه القطعة أو هذه القصة ما مطلبه بالامتحان التحريري كقطع كتاب وإنما فقط للقراءة وتعتبر كنشاط صفي كتحضير يوم الأستاذي طلبه أو يسأل عنا مجموعة أسئلة كتحضير يوم بداخل الصف قصة حقيقية فأنا في بعض الأحيان علي أن أعتني بأخي الأصغر لمدة ساعة لحوالي ساعة أو أكثر عندما يذهب والدايا خارجا إبراهيم استن إبراهيم عمر عشرة أعوام هو دائما يريد من عندي أن ألعب معه لكنني أريد أن يلعب لوحده هذه المعلومة ركزولي عليها جدا مهمة إذن إبراهيم ذو العشرة أعوام اللي عمر عشر أعوام يريدي لعب ويا أخو لكن يريدي خليه يلعب وحده ما يريدي لعب ويا One day في أحد الأيام When I was playing a computer game عندما كنت ألعب لعبة حاسوب He said again and again قال مرة تلو الأخرى جلال I feel sick جلال أنا أشعر بالمرض طلاب ركزوا يا أخو اسم جلال يعني جلال المفروض يدير باله على اليمن على إبراهيم إبراهيم عمر عشر سنوات وجلال هو الأخ الأكبر فإبراهيم يطلب من جلال أن يلعب ويا لكن جلال ما يقبل أن يلعب ويا يقول لأنت ألعب وحدك فيش يقول لأ يقول لأ جلال I feel sick يا جلال أنا أشعر بالمرض I've got a pain in my stomach لدي ألم في معيدتي إش قال لأ You always say that Ibrahim إش قال لأ قل لأ أنت دائما تقول ذلك يا أبراهيم There is nothing wrong with you لا يوجد فيك شي I said and قل لي قلتها بغضب من هو اللي قالها جلال إذن جلال رد على إبراهيم قل لأ أنت ما بديك شي أنت دائما تقوله تشتكي You haven't got a pain ليس لديك ألم You are a pain أنت الألم Sit down and watch that video اجلس وشاهد هذا الفيديو إبراهيم started crying and an hour later بدأ إبراهيم بالبكاء وبعد مرور ساعة he was still crying loudly كان لا زال يبكي بصوت عالي I gave him a bag of crisps أعطيته حقيبة من المقرمشات but he didn't stop لكنه لم يتوقف and he didn't eat the crisps ولم يأكل هذه الأكلة that was very unusual وهذا الشيء كان أبدا غير معتاد I was shouting at him كنت أصرخ علي when my parents came home عندما جاء والداي إلى البيت they were very angry with me لقد كانوا غاضبين مني I was very surprised when my father called an ambulance لقد كنت متفاجئ جدا عندما اتصل أبي بالإسعاف something is wrong لا بد من وجود شيء my mother said قالت أمي can't you see ألا ترى إبراهيم is in pain إبراهيم يتوجع few hours later بعد مرور عدة ساعات the doctors took out إبراهيم appendix الأطباء استخرجوا الزائدة الدودية لدى إبراهيم they saved his life لقد أنقذوا حياته I was very frightened كنت مرعوب جدا إبراهيم nearly died كاد يموت إبراهيم and it was my fault وقد كان خطأي I learned a lesson that day لقد تعلمت درسا ذلك اليوم هذا ما يخص القصة مثل ما أطلب من عندني أقراها قرأتها واضحت مفرداتها الآن ننتقل للأسئلة اللي ممكن يسألها الأستاذ بداخل الصفقة تحضير يومي بالبداية يقول لي which of the lessons do you think جلال لأنت ما الدرس الذي تعلمه جلال من هذه القصة you should always believe in your brother عليك أن تؤمن بأخوك you should always listen to your brother عليك أن تستمع لأخوك you should always play with your brother عليك أن تلعب مع أخوك طبعا هنا ثلاثة صحيحات لكن الأصح هو أن you should always believe in your brother عليك أن دائما أن تصدق أو تؤمن بأخوك بالليد يقوله أخوك مو مجرد أنه أنا قل لي فكلمة معينة تشذبتها ورجع تكملت اللعبة من الممكن إذا هو كان متوجع وقل لي أنا دائما أتوجع لازم أصدقه هذا ما يخص السؤال الأول اللي سألو استاذ بداخل الصق وراها ننتقل إلى كتاب النشاط ونجاب على الأسئلة المتعلقة بالقصة يقول لي answer the questions about jilal's story أجب على هذه الأسئلة عن قصة جلال does jilal enjoy playing with Ibrahim هس انتبهوا يا أيا جلال يستمتع باللعب مع Ibrahim ذكرنا بالقطعة أو بالقصة أنه جلال ما يريد يلعب ويا أخو إبراهيم ذو العشرة عوام فهنانا يقول لي هل يستمتع باللعب مع أخو إذا نقول له لا no he doesn't قال لي which words tell you this زين شل اللي أثبت لك أو شل الكلمات اللي قرأتها بالقصة تقول لك أنه ما يريد يلعب ويا أخو ذكرنا بالقصة أنه قال I want him to play by himself أردته أن يلعب لوحدة شوفوا I want him to play by himself أريد يلعب ويا نفسه النقطة الثانية did Ibrahim say he felt sick a few times or many times هل إبراهيم قال بأنه يشعر بالمرض مرات قليلة لو مرات كثيرة ذكرنا بالقطعة هو قال again and again قالها مرارا وتكرارا I feel sick أشعر بالمرض إذن قالها مرات قليلة لو مرات كثيرة قالها مرات كثيرة many times which words tell you this شن اللي أثبت لك أو شن الكلمات اللي قرأتها بالقطعة أثبتت لك أنه قال قال هاي الكلمة مرات عديدة عن طريق كلمة again and again مرارا وتكرارا ثالثا هل صدق جلال بإبراهيم بأنه كان مريض ذكرنا بالقطعة أنه ما صدق لقد قال أنت دائما تقول هيتي no he didn't in line 16 what does that refer to ما ننتبهه يقول لي بالسطر رقم 16 أكو كلمة ذات هذه الذات المنتشير طلا بركزوا نرجع للقطعة ونشوف هاي الكلمة ذات المنتشير بالقطعة فالسطر 15 هذا هذا سطر 16 and he didn't eat this crisp that was very unusual هذا الشيء أو ذلك الشيء لم يكن معتاد شنو الشيء اللي لم يكن معتاد أنه لم يأكل هذه الأكلة اللي طيعت هي الكريسپ المقرمشات إذن الذات تشير إلى عدم أكله لهذه المقرمشات فهي didn't eat this crisp النقطة اللي بعدها where did إبراهيم have to go أين يجب على إبراهيم أن يذهب بعد ما صار مريض لازم يروح المستشفى فأقول to the hospital did إبراهيم داي هل مات إبراهيم قلنا إبراهيم ما مات وأنه ما تلاحق على الأطباء وأنه استخرجه الأبنديكس زائد الدودية فأقول no he didn't هذا ما يخص تمرين رقم واحد مثل ما وضحنا أنه هذا التمرين كنشاط صفي كتحضير يومي يسأل الأستاذ هذه الأسئلة بداخل الصف أما بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي غير مهمة مجرد كتحضير يومي ننتقل إلى تمرين رقم اثنيا يقول choose and tick طلع بركزو قبل ما أبدأ بشرح هذا التمرين هذا التمرين مهم جدا بالامتحان التحريري السادة شون يجينا يجينا مثل ما هو على شكل اختيارات بالسؤال الثالث اللي هو سؤال المفردات يقول لي choose and tick اختر وضع صح the correct meaning على المعنى الصحية of the words and phrases below للكلمات والعبارات أدنى شوف هنا أنا شمنطيني قل لي أنا ذكرت لك عبارة an hour or so حوالي ساعة أو أكثر بقليل هنا نهاية العبارة شن المرادث إلها من بين الاختيارات الثلاثة one hour معناها هاي ساعة وحدة no about an hour حوالي ساعة no an hour or two hours ساعة أو ساعتين الاختيار الأمثل من بين الاختيارات الثلاثة هو about an hour حوالي ساعة an hour or so حوالي ساعة أو أكثر معناها about an hour نطقي نفس المعنى معناها حوالي ساعة وراها unusual unusual معناها غير معتاد أحفظ معناها غير معتاد شن معناها ما يفعله شخص ما بالعادة ما يفعله الشخص بعض الأحيان ما لا يفعله شخص معين نحن ذكرنا غير معتاد إذن هذا الشيء غير معتاد معناها هذا الشيء بدر من شخص ما مسوي سابقا إذن الاختيار الثالث هو الأمثل ما لا يفعله شخص معين جلال كان مندهش شن العبارة أو المراد فعلها جلال كان سعيد لأن شيئا ما مضحك حدث جلال كان غاضبا لأنه لم يكن هناك وقت للتفكير جلال كان مصدوما لأن شيئا ما مضحك حدث لأنه حدث شيء غير متوقع متفاجئ شوكت مصدوم إذن الاختيار الثالث هو الأفضل خطأي شنو العبارة المناسبة لهم شيء جيد حدث بسببي شيء سيء حدث بسببي لو شيء جديد حدث بسببي قال لي خطأي هذا خطأي شنو العبارة المناسبة خطأي يعني أكو شيء سيء حدث بسببي أذن الاختيار الثاني هو الاختيار الأمثل هذا التمرين تمرين مهم جدا يعتبر تمرين مفردات يجيني بسؤال خاص بالمفردات ينطيني أحد هذه الكلمات ويقول لي اخترد اختيار المناسبة لها أو يجيب ليها هذا الشكل سقاطات أو توصيل وصل الكلمة بالعبارة المناسبة لها الاخري إذن هذا ما يخصت بين الرقم الثاني حاولوا تكتبون هاي الحلول بكتاب النشاط ويستجلون علي تمرين مهم جدا من الممكن أن يجيكم بسؤال المفردات أما تمرين الرقم الثالثة إن هذا أطلع بركز فيها شوية طبعا بعض الأساتذة يسوون هذا التمرين كموضوع قواعدي اللي هي استخدامات الوانت هي ملاحظة جدا بسيطة وهي ما مطلوبة لكن بعض الأساتذة يطلبها من الطلاب فركزوا عليها الوانت يجي وراها ركزوا يا يا طلاب يأتي بعدها مفعول به ومن ثم تو ومن ثم فعل مجرد هذا المطلوب من عندك أنك تحفظه فمثلا صديقي يريدني مثلا أن أعمل بجد معلمنا يريد مننا أن نعمل بجد وهكذا إذن حسب الفاعل اللي يجي قبلها تعرفون أنت بقاعات المضارع البسيط إذا كان الفاعل مفرد أخلي أسي الشخص الثالث إذا كان الفاعل جمع يكون الفعل مجرد مثلا أخلي الفاعل أسي الشخص الثالث وهكذا المهم قاعدة الوانت شا تقول تقول يجي وراها مفعول به ومن ثم تو ومن ثم فعل مجرد شون من الممكن لأستاذ يجيب ليها بالامتحان كمثال قل لي كمثال يجيب ليها بالامتحان قل لي شون الاختيار المناسب أنت تعرف أن الوانت يجي وراها مفعول به هذا المفعول به وراها تو زائد فاعل مجرد هذا حسب القاعدة تو زائد فاعل مجرد فأنت الاختيار لأمثل شنوى الفاعل مجرد لو الـ ING لو تو زائد فاعل مجرد أكيد تو زائد فاعل مجرد إذا نقول تو كلين دي غاردن هذا ما يخص الصيغة اللي ممكن تجيك بالامتحان عن موضوع الوانت هو موضوع وإنما بعض الأساتف من ممكن يطلبوه كموضوع قواعد وراها هنا أنا بالتمرين شي يقول لي مثل هذه الجملة اللي أنا منطق إياها شنية يقول My brother wants me to play with him أخي يريدني أن ألعب معه شنية الجملة اللي تقدر تطلعها من هذا الجدول كمثال My friend صديقي أكتب My friend صديقي Wants زائد كمثال Me يريدني To go to the park أنا أذهب للمتنزة To go to the park استخدمت كلمة من كل حقل من الحقول اللي منطيني إياها على مدكوون جملة Our teacher معلمنا نفس الطريقة Wants يريد Us يريدوا منا مثلا To work harder أن نعمل بجد أكثر To work harder وهكذا يقول لي تكون لي أربع جمل My mother أمي Wants تريد Me تريدني أو تريد مني To ride أن أقود More Carefully أن أقود بحذر أكثر أو To ride my bike more carefully أن أقود دراجتي بحذر أكثر وهكذا My father Wants Me I want you To help him In the garden أبي يريد مني يريد منك أن تساعده بالحديقة أو بتنظيف الحديقة العاخر هذا المجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد تذكروا قاعدة Want يأتي بعدها ضمير مفعول به ومن ثم To زاد فعل مجرد To زاد فعل مجرد To زاد فعل مجرد وهكذا هاي خافي يجبك إياها الأستاذ بموضوع القواعد كموضوع قواعدي بسؤال الاختيارات ننتقل إلى تمرير رقم أربعة يقول لي This was the draft of paragraph one of جلال's story يقول لي هذي مقطع نصي من قصة جلال Look at the marks انظر إلى هذه العلامات شوفوا منطيني علامات P GR هسا نحن نجي نتعرف عليهم And work out What they mean وقم بحل ما تعني هذه الكلمات With your partner مع زميلك Correct جلال mistakes أنه قم بتصحيح أخطاء جلال And discuss the ways of the paragraph في فتر وناقش الطريقة اللي جعل هذا البرغراف هذا المقطع النصي بحال أفضل قبل ما أبدأ بشرحها هو مجرد هذا النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري وامتحان الشفوي منطيني مقطع نصي كاتبه جلال بس بأخطاء بعض الأخطاء المتعلقة بالGR GR هي مختصر مع grammar grammar اللي هو القواعد أخطاء قواعدية LP punctuation اللي هو التنقيط أخطاء تنقيطية punctuation وهكذا SP المختصر مع spelling أخطاء أملائية NP اللي هي new paragraph المقطع النصي جديد لازم يبدو مقطع نصي جديد وكذلك المرة ثانية متكررة خطاء أملائي الآن أقرأ مثلا I sometimes have to look after my little brother for an hour أنا بعض الأحيان لازم اعتني بأخوية لمدة ساعة or so أو أكثر شوف أنا يقول المفروض لازم يخلي أداة ربط اللي هي الوين when my parents go out عندما يذهب والداية إلى الخارج ما يصير يكبع جملة ويكملها بجملة جديدة إبراهيم استن عمر إبراهيم عشرة عوام He always wants me to play with him دائما ما يريد مني أن ألعب معه I want him to play by himself وأريده أن يلعب لوحده شوف هنا أنا يقول لي لازم كذلك يربط but لكن I want him to play by himself لكنني أريده أن يلعب لوحده شوف هنا أنا يقول لي الخطأ بالجوين الجوين اللي هو الربط ما رابط بين الجملتين One day في يوم ما when I played a computer game شوف هنا أنا شاخط لياها when I played عندما لعبت ألعاب حاسوب He said again and again قالها مرة تلو الأخرى قبل ما ننتقل when I was playing عندما كنت ألعب مو عندما لعبت عندما كنت ألعب لعبت حاسوب قالها مرارا وتكرارا جلال يا جلال I feel sick أشعر بالمرض شوف هنا أنا قال لي أكو خطأ تنقيطي هنا ليش لأن لازم يقول جلال نقطته I feel sick أنا أشعر بالمرض I got a pain شوف هنا أنا البين كاتبها بطريقة خاطئة إذن هذا خطأ أملائي فأقول pain تكتب بهذه الطريقة in my stomach you always say that دائما ما تقول ذلك يا إبراهيم there is nothing wrong with you لا يوجد فيك شيء I said قلتها you haven't got a pain نفس الشيء نفس الخطأ الأملائي اللي وقع بي قبل شوية ليس لديك ألم you are a pain أنت هو الألم البين نفس الشيء تكتب بهذه الطريقة وهكذا هذا مجرد نشاط صفي يريد يعرفني على الأخطاء الملائية القواعدية التنقيطية اللي وقع بيها هذا الشخص اللي كتب هذا المقال ويحاول صحح فمجرد يريد يدربني على تصحيح الأخطاء اللي موجودة بالمقطع النصي لتطوير مهارة كتابة لا أكثر أما بالامتحان التحرير الامتحان الشفوي مهم لا هذا غير مهم ومجرد نشاط صفي هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بي قصة جلال تعرفنا عليها وضحنا مفرداتها حللنا الأسئلة المتعلقة بيها تعرفنا على الأسئلة اللي راح يستني على السادة بداخل الصف وشل نقدر نجاوب عنها وعرفنا أنه هاي مجرد أنشط صفية غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي طرغنا للتمرير رقم 2 اللي هو الاختيارات كانت تمرير مفردات مهم جدا وكذلك وضحنا أنه قاعدة من الممكن بعض الأساتي يطلبوها من عندك كموضوع قواعدي تعرفنا على الصيغة اللي ممكن تيجينا بالامتحان وشل ننفضل قاعدة مالتها وشل نقدر نجاوب عنها أما بقية أنشطة هذا الدرس فهي أنشطة صفية غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على الحسابات الموجودة منكم على الشاشة